عدم مشاركة المنتخب الوطني المغربي أقل من 23 سنة في كأس إفريقيا اللاعبين المحليين الشان 2022 كان نظن بأن هذا الأمر يرجع لسوق التنظيم للجزائر لأنه مجموعة من المرات في تظاهرة الرياضية الأخيرة لا الرياضيين ولا حتى الصحفيين الذين يرافقوا المنتخب الوطني المغربي لقوا مجموعة من الصعوبات فكن نظن بأنه المطلب دي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان واضح وما كانش يعني فيه كما كان قوله بزاف دي العكوسات فبتالي ما فهمتش علاش اللجنة المنظمة ولا حتى المسؤولين على اللي كانوا على هاد الكمبيتسيون ما خولوش المغرب يدير رحلة جوية مباشرة من الرباط إلى دولة الجزائر فبالتالي كان نظن بأنه اليوم قرار صائب من طرف المسؤولين دي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كما صرح رئيس الجامعة اللاعبين كانوا في أتم الاستعداد لهاد المسابقة القرية يعني الغياب دي المغرب والغياب القسري دي المغرب كيحرم تظاهرة من بطل الشان مرتين متتلهتين كيحرم شباب من الاقتحام دي الساحة الإفريقية لاعبين اللي كان يمكن لهم يحتكوا مع هاد المدرس الإفريقية ويعطيوا صورة جميلة للكرة القدمة المغربية انتمنى فقط أنه ما تكونش حسرة وآسة دي لها اللاعبين وأنهم يجتهدوا أكثر في الأندية دي لهم ويبينوا على المقدورة دي لهم من خلال المشاركة دي لهم في كأس إفريقيا الأقل من 13 سنة اللي غير نظمها المغرب إن شاء الله بدون قيود وبدون شرط وكان أعتقد بأنه من المؤسف جدا أن المنتخب الوطني يكون غائبا عن بطولة الشان بالنظر على أن المنتخب المغريبي كما تعرفون بأنه هو البطال دي النسختين الأخيرتين وأظن أيضا بأن الحضور دي المغرب في أي منافسة قارية أو في أي مواعيد كبرى مثل هذه التظاهرات الرياضية فكان أعتقد بأنه يعطي قيمة مضافة لهذه الدورة ولكن أظن بأنه الحرمان هاد الشباب من المشاركة في هاد البطولة فكان أعتقد بأنه شيء مؤسف للغاية وبالتالي كنا كنت منه على أن الفريق الوطني يكون حاضر ويدافع على اللقب دياله لكن للأسف هذا ما جرى عشنا سيناريوم وسلسلات إلى غير ذلك من هاد الأمور هذي كنت منه صادقا بأن مثل هاد الأمور أنها تنظر لها الكاف بعين الاعتبار وبالتالي فالمغرب يبقى قوة كوروية سواء شارك في المشان أو لم يشارك فكرة قدم دائمة تتبقى في الرياضة الإفريقية